في مطار البصرة الساعة ليست بالدقائق لكنها 49.3 بمقيس درجات الحرارة الأعلى والأكثر لهيبا في العراق تتصدر البصرة أعلاها ليس جديدا على العراقيين فالحرارة لاهبة في فصول مختلفة فصل السياسة وفصل ربيع الشوارع تنادي الأصوات بحرارة لاهبة للحقوق وهناك فصل من الأمنيات يغلي ويفور في البصرة فصل من فصول الجوع لكنك عراقي تأبى إلا أن تحفظ كلمة السر مع كل براكين الحرارة اللاهبة ليست الجوية منها بسهلة إنما صعبة وفيها ينفرد العراقيون بتحدي كأنه وصف لمواجهة الحر بالحر في عزه يشرب شايا حارا قد يرطب قلبه صبرا على صيف اللاهب لا حلول لتخفيف أجوائه لا ترحم الحرارة هنا ظروف العاجزين عن مواجهتها في مقياس أمريكي عالمي وثق تلك الأرقام ليكون العراق الأعلى حرارة من بين دول الخليج والمنطقة سيما في السابع والعشرين من حزيران للعام الحالي في علي الغربي 48.4 تليها الفاو 48.4 يدخل الصيف غير ممازحا أو ملاطفا حال العراقيين يدخل بحره وشمسه بعض من الشباب يواجهونه بالسباحة أو اللاعب في الماء وكل هذا في سياق المحاولات لتخفيف قصوة الحر التي تأتي في أول موجاتها للفصل الأبيض غير أنه لم يبدأ تموز وربما يكون أكثر غليانا ما يزيد الخوف من أن تعود الكهرباء لعادتها في الغياب حارمة الأطفال والنساء من القدرة على مواجهة درجات حرارة لا تتوقف صعودا نحو الأعلى